مجتمع سعدة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض اليوم مع معالي السيد يوشيماسا هياشي وزير خارجية اليابان وذلك بمناسبة عقد الاجتماع الوزري المشترك بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير خارجية اليابان وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلادين الصديقين وما تتميز به من تطور ونمو في مختلف البجلات وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية وتوسيع أفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للبلادين والشعبين الصديقين كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة ونكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر